عندك بقصيني او ازاز او بلاستك وتكسرت معاك بالشكل ده او مثلا شفشأ كده خلاط وتشرخ معاك او كبة او مج اوعي ترميهم ولا بزعالي نفسي خالص هنلحمهم معنا بمنتهى سهولة وباقل التكاليف طبعا كل حاجة بقت غالية وخامتها مزي الاول عملت معاك وقرفه في التلاجة المكسورة وعملت كمان البني والمشروخ وفضل الله الفيديوهات ترند والكل عملها وده عالي نبدأ بذكر الله ولو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي امير عشور اتمنى تنوريني وده سيلكم طبعا عشان يوصل الكل جديد باذن الله وان شاء الله الصفحة تعجبك جدا تعجبي بقى انبوبة امير ما بتبقى شغالية يعني بتبقى ب3 جنيه مش اكتر من كده دي بقى مادة لاسقة قوية في بعض الدول بتتسمى سوبر جلو اوعي بقى تفتحي معاك بالمقاصة هتبوز المقاصة معاك الطريقة الصحة الفتح الامير من تحت باي بنسة كده عندك افتحيه وتاخدي منه زي ما تحبي وتقفليه تاني وتستخدميه ما فيش اي مشكلة لو اول مرة تعرفي المعلومة دي قوليلي بقى في التعليقات هتبداي بقى تحطي على الحطة المقصورة وبعد كده هتلحميهم في بعض عايز اقولك بجد هنا الامير اختراع عملت كذا فيديو معاك وطبعا عن الامير والفلين يعني في حاجات كده تنفع معاك بالامير والفلين زي مثلا شافش اخلات مقصورة عند الجامد اعمليه بقى بالامير والفلين المادتين على بعض يعني ما تحطيش امير بس يعني في حاجات بتنفع امير وفلين وفي حاجات طبعا بتنفع امير بس زي مثلا اللي اتباق الصيني او مثلا كده مجة عندك عشان برضو يبقى شكله حلو معاك في الاخر شايفين بقى ما شاء الله لحم معايا حلو جدا وطبعا بقى اللي قدرت كده لحمته معايا لحمته طبعا من النيش اللي وقع كله ان شاء الله بقى اجرابي فكرة الامير ديت وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها ولو وصلت معي لحد هنا في الفيديو حببها اعرف بتتبعيني من انهي بلد واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيدوا ولو اول مرة تشوفي صفحتني اسم امير عشور اتمنى بقى اتنوريني واتدوصي لكم وطبع عشان يوصل الكل جديد باذن الله وان شاء الله الصفحة تعجبك جدا عندك بقى صدر فرخة او نص صدر ولا تشوي ولا تحمري هنعمل وليما تكفي معاك البيتكل وتفيد وتخزني كمان منها في الفريزر والطعم تحف معايا بقى هنا بصلايا كبيرة مقطعاها واربع فصوص من الطوم وقرنفلفل اخدر وقرنفلفل اصفر لو متوفر وكمان معلقتين كبار كده من البقدونس والكزبرة واضربيهم بقى كويس جدا حبب بقى اعرف بتتبعيني من انهي بلد واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وهاتي بقى المصفى وصف فيهم بقى كويس جدا طبعا مية الخضروات دي مش هتتريمي دي بتبقى طعمها طح فهقولك هنعمل بيها ايه هضيف بقى صدر الفرخة وهفرومه برضو كويس جدا كده تفرم معايا كويس جدا وطبعا ممكن تستخدم صدر فرخة او نص صدر المتوفر عندك اشتغلي بيه مفيش اي مشكلة خالص هنزل بقى بالخضروات اللي احنا فرمناها وهنزل بمعلقتين كبار مليانين من الضيق او البقسمات وهنزل بنص معلقة صغيرة من السكر وهديف بقى كيس مرق الدجاج كنور دي عايز اقولك هتدي طعم حلو جدا للكفتة وهنزل بمعلقة صغيرة من التوابل المشكلة عملتها معاك قبل كده هتلاقيها على الصفحة وهديف بقى معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والكركم ومعلقة كبيرة مليانة من اللي لو متوفرة عندك دفيها هتدي طعم وريحة حلوة جدا للكفتة هنزل بقى باخر حاجة معايا كيس من البيكنج بودر وقلبي بقى المكونات كويس جدا مع بعض هسيبها بقى ترتاح في التلاجة كده ربع ساعة ونشكلها مع بعض هجيب بقى معلقتين من الزيت وباللي بقى ايدك وبداقي بقى صبعي سوابع بقى او زي ما انا ما بعمل براحت الخالص اللي بتحبيه اعمليه كده خلصت الكمية معايا كلها وما تخلاش بقى ولا رؤياء ولا تخينة هو السمك ده حلو جدا وشايفين بقى ما شاء الله الكمية قد ايه يعني من صدر فرخة عملت وليمة وكمان تحطي منها في الفريزر تجيبي بقى الطاصة وعلى عين البتو جايزة تحطي بقى معلقتين كبار من الزيت وابداقي بقى انزلي كده ورص الكفتة بتاعتنا اللذيذة دي اول بقى ما تاخد معاك اللون ده هبحلو كده من تحت هتقلبها على الناحية التانية على طول شايفين بقى ما شاء الله اتضاعف كده حجمها ومنفوخة جدا كده معايا وما تكشتش نهائي عشان خاطر البيكنج بودر اللي احنا بنحطه بيخلي الكفتة معاك كده هشة من جوة ومنفوخة كده وحلوة جدا وما تكشش معاك وهبتدي بقى طلعها كده على طبقة وهنزل ببقى كمية الكفتة وهنيجي هنا المية الخضروات اللي شلناها على جنبها هضيف بقى عليها ربع معلقة صغيرة من الفلفل الإسد والملح وهقلبهم كويس جدا وحطهم بقى في الطوصة وانزلي بقى بكمية الكفتة كلها اللي معاكي على مية الخضروات هنا بقى المية بتاعة الخضروات نفسها هي اللي هتسوي لي الكفتة وهتغطي بقى الكفتة وهتسيبيها بقى تستوي معاك برحطة على نار هديا جدا وبعد عشر دقايق الكفتة تشربت معايا مية الخضروات واستوت معايا وعايز اقول لكم حرفيا ريحتها تحفى وبداي بقى جيبي طبقك الجميل اللي فيه بقى دونس وبداي رص بقى الكفتة بتاعتك اللذيذة الجميلة دي جنب بقى مكارونا جنب بطاطس أو تكلها كده بألفها وبالشكل ده عملت كمية رهيبة من كفتة الفراغ بطريقة سهلة وبسيطة جدا شايفين بقى ما شاء الله الكمية قد ايه وتعمها حرفيا عايز اقول لكم التحفى ورحتها جميلة جدا ان شاء الله هتجر بيها بنفس الطريقة وتعجبك جدا وأتمنى بقى لو وصلت معايا لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد وأتمنى بقى تنوريني وتدصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله هجيب بقى معلقة كبيرة من اللبان المر اللي هو اللبان الدكر وهحط عليه كوباية كبيرة من المياه السخنة وهسيبهم بقى منقوعين كده من بالليل للصبح كده اتنقع معايا وبقى تمام شايفين بقى م شاء الله بقى عامل زي اللبن معايا تعرفي بقى ان اللبان جبتيه أصلي ان هو يبقى عامل زي اللبن كده معايا لما يتنقع مش مخشوش هجيبي بقى أي تسكن صغيرة كده عندك وبداي بقى صفيه كويس جدا وطبعا بقى اللبان ده مش بنرميه ممكن تنقعي وتستخدميه تاني مفيش أي مشكلة أو التمضغيب يبقى حلو جدا لعلاج الكحة وطارد للبلغة وبينضف الجهاز الهضم كله وهضيف معلقة صغيرة من النشا وقلب يبقى كويس جدا عشان النشا كده تدوب معايا وما يبقىش فيه أي تكتلات فعيهم بقى على النار مع التقليب المستمر كده وخلي إيدك فيه عشان ما يكتلش معاك ويعمل كتل حبة بقى أعرب بتابعيني من أني بلد وأتمنى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد وهو ده بقى القوم اللي احنا عاوزينه شايفين بقى تقل معايا خالص وبقى تمامه زي الفل ولما يبرد معاك هيتقل وبكده بقى عملت أقوى ماسكة أو كريم طبيعي للبشرة هيخلي بشرتك تنور معاك هتبقى زي بشرة البيبي هتحفظي بقى في أي علبة كده عندك بالشكل اللي انتو شايفينه دور هتحطيه وتوزعيه كويس جدا على بشرتك لمدة ربع ساعة ويخسلي وتفرجي بقى على الجمال حرفيا اللي بين المر ده يا جماعة كنز رباني وطبيعي وبدون مواد كيميائية بيخفي التجعيد ويشد البشرة وقفل المسايم طبيض ملفت للبشرة بشرتك هتبقى بيضة جدا معاك هتبقى فلتر طبيعي ان شاء الله تجربي الوصفة ديت وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها وأتمنى بقى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو حبا بقى أعرب بتتبعيني من أنهي بلد وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوسي لكم وطبع عشان يوصلك كل جديد بإذن واخدت رند وزحمة وتوابير والعلبة الصغيرة مهما تاكل منها ما تشبعيش منها بس أنا بقى ما سكدتش جبت لكم بقى سر الصنع وعملتها شايفين بقى ما شاء الله شكلها ولا طعمها حرفيا تحفة جدا معايا بقى حلة وفيها مياه بتغلي وهنزل بقى بالمكرون هستخدم كيلو يعني نص من اللزبكتي ونص مرمري اللي هي الصغيرة شوية وطبع ممكن تزود الكمية أو تقليلي برحتة خالص واسيبيها بقى لحد ما تستوي هتجيبي بقى 3-4 معلق كبار من الزيت ومعايا بقى بصلية كبيرة ومقى الطعام وكعبات صغيرة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قلبي بقى البصلة كويس جدا عايزين كده لون البصل معانا يبقى غامق مش فاتح كده غمقت معايا وبقت تمام وده سر بقى من أسرار المكرونة لازمان كده البصلة معاك تغمق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما تتحرقش في نفس الحل هنزل بقى بمعلاقة صغيرة من الطوم المفروم الطوم المفروم ده انا عملته معاك وقبل كده اعطيه على الصفحة شوفي كده الفيديوهات هتلاقيه فيه ما شاء الله طحفة جدا أبيض وشفاف معاك كده طول السنة أول ما الطومة تحمر معاك كده تنزلي بمعلاقة كبيرة من الخل واديب بقى كيلو إلا ربع من الطماطم دربة في الخلاط كويس جدا ومصف فيه أول ما تبتدي تتسبك كده تنزلي بمعلاقة صغيرة من السكر هيمنع الحمودة وهيدي طعم حلو جدا للمكارونة والتوابل من كل حاجة معلاقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والكمون والبابريكا آخر خطوة بقى معايا هنجيب بقى البصل للحمر ناء وهنبدأ بقى نفرقه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده أتمنى بقى لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد وحب بقى أعرب بتتبعيني من أنهي بلد وبداي بقى حطي البصل كده على التسبيكة وقال ليبي بقى كويس جدا وكده التسبيكة بقى التمام معايا وزي الفق اللي عايز أقولك رحتها الجنن لو جربتيها بالطريقة دي مش أببطل تعمليها هننزل بالمكارونة اللي احنا سلقناها وطبعا ممكن تستخدمي أي نوع مكارونة انت بتحبيه بس مكارونة السيدة زينب أو اللي انسجان بيستخدموا بقى نوعين المكارونة دول وقال ليبي بقى المكارونة كده مع التسبيكة كويس جدا وبدأي بقى غريفي المكارونة بتاعتك الجميلة وبألفها أنا شايفين بقى ما شاء الله شكلها بجد دي أحلى مكارونة ممكن تعمليها هجربيها بالطريقة دي وهتدعيلي عليها وبكده تكوني عملت مكارونة السيدة زينب بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومخدتش مننا وقت خالص وطلع شكلها جميل وحرفيا طعمها طحفة جدا وفعلا تستحق عشرة على عشرة هتجربيها هتعجيبك جدا وأتمنى بقى لو وصلت معي لحدينة في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عشور أتمنى بقى تنوريني واتدوصي لكم ومتابع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله